هو مستنقع جديد ملطخ بالدماء ينبغي عدم التوغل فيه تحت هذا العنوان عبرت المعارضة التركية بمختلف أحزابها عن موقفها تجاه مصادقة البرلمان على طلب الرئاسة التركية تفويض الحكومة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا فتحت قبة البرلمان الذي ناقش مذكرة تفويض إرسال القوات العسكرية إلى ترابلس صدحت المعارضة بمخاوفها تجاه هذه المغامرة غير المحسوبة العواقب والطرؤيتها يجب أن نركز على الحل الدبلوماسي للأزمة الليبية بدلا من الخوض في حروب جديدة تؤدي إلى عراقة مزيد من الدماء إرسال قوات تركية إلى ليبيا سيدخلنا في مستنقع قد لا نتمكن من الخروج منه المذكرة تهدف إلى حماية المصالح التركية في ليبيا وتستجيب إلى طلب الحكومة الشرعية في ترابلس تحت مظلة الاتفاقات المعقعة مسبقا بين الجانبين محاولات حكومة حزب العدالة والتنمية توحيد الصف الداخلي بدعم مذكرة التفويض عبر انتداب وزير الخارجية مولود جاويش أغلو لإقناع زعماء المعارضة بالأمر باءت بالفشل الذريع فالتمدد العسكري في الإقليم الذي تسعى إليه الحكومة ترى فيه المعارضة سياسة تسيء لسمعة تركيا بين جيرانها بينما الجرح السوري ما زال مفتوحا رفضنا التصويت لصالح هذه المذكرة لأنها ضد أمننا القومي لقد دخل تركيا طرفا في الحرب في سوريا وهذا الأمر جلب الويلات لبلادنا ولا نريد تكرار الأمر في ليبيا وتتواتر الأنباو عن إمكانية استعانة الحكومة التركية بمقاتلين موالين لها في سوريا لزجهم في الحرب الليبية التي يخشى مراقبون أن تجلب الخراب لتركيا وتؤجج الصراع في المنطقة سيزج بالجيش التركي في الحرب الليبية فقط لأجل طموح الرئيس أردوغان ومغامراته وإلا كان من المفترض أن تتحرك التركيا ضمن إطار حلف الناتو وغير مفردات تتقدم الحكومة التركية نحو ليبيا وعينها على نفطها كما يرى مراقبون وسط معارضة داخلية وإقليمية ودولية لا يستهان بها ما يجعل من إرسال أنقر قوات عسكرية إلى ترابلس أمرا محفوفا بكثير من المخاطر محمود واسق استنبول الميادين